وبعض عرضنا من حوالى أسبوعين لما تنقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتداء شخص طبعا كان يستقل سيارة عليها لوحة سورية واعتدائه بالضرب والتهديد والوعيد على مواطن لبناني رح نرجع نشوف الصور عن جديد وهدده قائلا له أنا بشتغل بالسفارة السورية وإذا رح وديك بمطرح ما حدا يحظى فيك مما أسار رعب هذا المواطن وتدخل بعض عناصر أمنية لفض الخلاف وإنقاذه من يديه بعد طبعا إعلاننا أو نشرنا لهذا المقطع ولهذه الصور وطلع معنا المواطن على الهوى مباشرة وخبر شو صار معه وصلنا رد من السفارة السورية في بيروت من سفارة الجمهورية العربية السورية بيروت لقناة MTV السيد توني خليفي المحترم تحية طيبة وبعد إشارة إلى التقرير الوارد في برنامجكم 15-44 بتاريخ 9-3-2015 حول تداول مواقع التواصل الاجتماعي لصور وخبر تعرض مواطن لبناني إلى التهديد من قبل شخص ادعى بأنه موظف في السفارة السورية إننا إذ نأسف لهذا التصرف الفردي غير المسؤول الذي آلم المواطنين السوريين واللبنانيين على حد سواء فإننا في الوقت عينه نحرس كل الحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق في الادعاءات الواردة عبر تقريركم والكشف عن هوية الشخص المدعي بأنه موظف لدى السفارة السورية منتحلا بذلك صفة ليست له وعليه تقدمت سفارة الجمهورية العربية السورية بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجلت تحت رقم 10.532 لإجراء تحقيق بالواقع والادعاء على كل من يثبت تورطه بجرم انتحال صفة موظف في السفارة السورية والإساءة إلى العاملين فيها وللتوضيح نود أن نلفت عنايتكم إلى أن السيارات الدبلوماسية تابعة لمختلف السفارات المعتمدة في لبنان ومنها سيارات السفارة السورية تحمل لوحات دبلوماسية لبنانية ذات لون أصفر كما أن جميع العاملين المحليين في السفارة من غير الدبلوماسيين يقودون سياراتهم الخاصة ذات اللوحات اللبنانية إذ لا توجد سيارة لأي من موظفي السفارة أو العاملين لديها تحمل لوحة سورية مؤكدين على ضرورة احترام الأنظمة والقوانين حفاظا على العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدين وشعبين الشقيقين آملين نشر هذا التوضيح في الحلقة من برنامجكم 1544 توخيا للدقة والموضوعية المكتب الإعلامي في سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت إذن هذا هو الرد على ما ورد في برنامجنا ونحن إذ نحترم ونقدر هذا الرد وهذا التضامن من أجل كشف الحقائق خصوصا إذا كان هناك من ينتحل صفة موظف أو ديبلوماسي في السفارة السورية وهو ليس كذلك وكنت أتمنى أن تأخذ اللوحة الموجودة على السيارة السورية التي كان يستقلها هذا المواطن الذي طبعا توجه بالتهديد والوعيد إلى المواطن اللبناني وبالشتائم ومن خلال لوحة هذه السيارة يمكن للسفارة السورية طبعا خصوصا أن اللوحة هي لوحة سورية أن يتعرف على صاحب أو على هوية صاحب هذه السيارة ومن كان يقودها شكرا إذن لهذا الرد مرة جديدة من السفارة السورية